السلام عليكم كيف أحوالكم يا رب الله أن تكونوا بخير وفي أحسن حالة نعمل النهاردة كده انبوكسين جروبيو سريعا مكينة الخياطة كرياتي في 990 اللي هي الشهيرة ب 24 غرزة نقول بسم الله ونفتح الكارتونة مع بعض موديل ده من الماكينات من أفضل الموديلات اللي أنا برشحها وده بسبب طبعا أن هي تعتبر في الفئة المتوسطة التصميم بتاعها من أفضل التصميمات اللي أنا شخصيا أحبها إن شكلها تصميم بتاعها ياباني 100% المكونات بتاعتها ياباني أول حاجة بيجي معها طبعا دواست القدم الشهيرة أهم بيجي معها كتلوق وبيجي معها طبعا كفر لغطاء المكينة من الأتربة بيجي معها سوف أفراجك على شكل المكينة الشكل المميز بتاعها المكينة الوهيدة اللي في السؤول مصري اللي بالشكل الإنسيابي ده أفضل شكله أفضل تصميم أنا بفضله في مكينات الخياطة المكينة طبعا تتميز أن هي بتعمل 24 غرزة خياطة هنا دي أشكال غرز الخياطة الغرز الخياطة الأساسية العادية وغرز الزجزاج وبعض أشكال غرز التطريز اللي هي الأشكال دي المكينة طبعا بتعمل العراوي على أربع مراحل دي الستيبس بتاعة العراوي المكينة طبعا بيشتغل عليها الإبرة المزدوجة عندما هم بكرتين للخيط منحطهم هنا وينركب الإبرة المزدوجة طبعا الإبرة المزدوجة الجيش معها بس نقدر نشتريها متاحة متوفرة إن شاء الله هنا طبعا بتاع المكوك بنملة بالمكوك ودوت البكرة المتوصلة بالإبرة والمطور هنا طبعا المكينة أيضا بتتميز أنها بيقى فيها لد للإضاءة هنا لد بيناور أول ما بنشغل المكينة وفيها اللضامة الأوتوماتيكية اللي بتساعدك كثير جدا في لضم الإبرة إن الموضوع اللضامي الإبرة بيكون متعب بينا هنا طبعا الدواسة بتاعتنا بتكون كابس وبالكالي طبعا بيشتغل عليها جميع أنواع الدواسات أي طاقم من أنواع الدواسات طاقم 32 قطعة 33 قطعة 32 أو 42 أو 52 أو 72 هو يشتغل عليها أيضا دواسة السرفلة بالقص دواسة الكشكشة ودواسة التطريز يبقى المكينة تقدر تعملي عليها أول حاجة أشكال غرز الخياطة تعملي عليها تطريز تعملي عليها سرفلة بقص أو من غير قص لكن طبعا لازم تشتغل دواسة السرفلة تعملي عليها كشكشة بالكسر تعملي عليها عراوي وتركيب زراير وسستة مكينة طبعا بيكون عليها دمون سنتين مكينة من الداخل بالكامل معدن وطبعا بيبانة هوا في وزنها وزنها تقيل حوالي سبعة كيلو الشكل بتاعها يعتبر أفضل شكل في الفئة ديت من فئات مكينات الخياطة السعر طبعا اكتبه لك في كومنتات لأن طبعا زي ما قلنا الأسعار متغيرة للفترة هذا كان كل شيء في الفيديو أتمنى الفيديو يكون عجبكم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر